تأجيل الانتخابات في ليبيا بات خياراً يلوح في الأفق مع تواتر تصريحات مسؤولين ليبيين عن صعوبة الالتزام بموعد الرابع والعشرين من كانون الأول الحالي لتنظيم الاقتراع الرئاسي فخيمت أجواء التوتر في البلاد ودفعت برئيس لجنة الشؤون الداخلية في مجلس النواب الليبي سليمان الحراري إلى مطالبة أعضاء المجلس والمفوضية العليا للانتخابات بتحمل مسؤوليتهما والإعلان عن عدم القدرة على إجراء الانتخابات في الموعد المحدد مفوضية الانتخابات بدورها سلمت تقريراً إلى مجلس النواب تضمن العوائق والصعوبات القانونية والفنية التي تواجه إجراء الانتخابات الرئاسية مطالبة بتعديل القوانين الانتخابية وبإصدار لائحة تنظيمية لعمل لجنة الطعون المتعلقة بالعمليات الانتخابية أما المجلس الأعلى للدولة فضلاً عن قوى سياسية ليبية عارضوا إجراء الانتخابات في غياب قاعدة دستورية لتثير القوانين الانتخابية التي أقرها مجلس النواب قبل أسابيع انتقادات من أطراف عديدة تعتبر أنها فصلت على مقاس شخصيات بعينها في إشارة إلى اللواء المتقاعد خليفة حفتر وقبل نحو أسبوع عرض المجلس الأعلى للدولة مبادرة تدعو لتأجيل الانتخابات وإجرائها في شباط المقبل فضلاً عن إنجاز الاستحقاق الدستوري على أن تكون الانتخابات البرلمانية وفق قانون انتخاب المؤتمر الوطني العام وبإجراء الانتخابات الرئاسية وفقاً لنظام القائمة المكونة من رئيس ونائبين ورئيس حكومة فضلاً عن أن المبادرة تقترح أن تكون ولاية الرئيس ومجلس النواب لأربع سنوات ولدورة واحدة فقط وبينما تتزايد الشكوك في تنظيم الانتخابات في موعدها تسابق المستشارة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بشأن ليبيا ستيفاني وليامز تسابق الزمن لإنقاذ العملية الانتخابية لتلتقي بعدد من القادة السياسيين والعسكريين في ليبيا مطالبة احترام مطلب الشعب الليبي بإجراء انتخابات حرة ونزيهة وبهذا تبقى الأيام المقبلة كفيلة بالجواب عن تساؤل الليبيين هل ستجرى الانتخابات في موعدها أم أنها سترحل إلى إشعار آخر اشتركوا في القناة